أسعد الله أؤكدكم جميعاً أغفتوف على كل خفغيم قصة كبير لما انكتل أخوها بيل أول جغيم في تغيخ البشغية قال تعالى في سورة المائدة في الآية الحدية والثلاثين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غراباً يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتاً أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه فأصبح من النادبين بعث الله غراباً يعني الغراب اللي أسكت علم إسغائيل وهي الحادث الثاني على فكرة هو مبعوث من الله سبحانه وتعالى ومش بس الغراب اللي أسكت العالم لا 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 كمان في كتة أسكتت العالم هل هذا حسب علمكم صدفة؟ ولا يمكن يكون صدفة؟ لا طبعاً الغراب الكتة الله اللي أغسلهم حتى تكون آية لليهود وسكان مدينة إسغائيل كلهم إنه نهايتكم جغبت وأنا خايف والله الماغة الجاي ييجي خنزيغ أو كلب يوكلكم ويوكل عالم إسغائيل أكل وللماغة المليون بقولكم وهغبوا ويقحروا من فلسطين لأنها مش أخذ المعاد ولا أنتوا شعب الله المختار كابل ما ألا يبعث لكم غربان وكتة تأكلكم أكل ريت رأوت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر